أكدت مصر والاتحاد الأوروبي على الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة التي يتم تعزيزها حاليا بعد توقيع الإعلان السياسي المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في السابع عشر من مارس الفين أربعة وعشرين والذي تعد الهجرة والتنقل أحد أعمدته الستة وخلال اجتماع الوزير الخارجية بدر عبد العاطي مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا هيوهانسن شدد الجانبان على أهمية تعزيز النهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان السياسي المشترك وخاصة ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية